عقب أعلاني وزير الدفاع الإسرائيلي قبل أيام مصادرة عملات رقمية بمئات ملايين دولارات كانت مخصصة لتميل حزب الله فيلق القدس تابع للحرص الثوري الإيراني وقع وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالنت على مذكرة إدارية تسمح بمصادرة أموال لحركة حماس دفعتها إلى خمسة مسؤولين من كبار مسؤوليها العاملين في أوروبا أفق ما ذكرته صحيفة إسرائيل اليوم هذه الخطوة الجديدة من جانب إسرائيل تعد جزءا من حملة اقتصادية مستمرة تقوم بها المؤسسة الأمنية بهدف تدمير البنية التحتية التنظيمية والموارد المالية لحركة حماس داخل الاتحاد الأوروبي وقالت صحيفة إسرائيل اليوم أن مذكرات الاسلاء تفيد بأن المسؤولين في حماس عملوا في إطار فرع أجنبي للحركة تحت غطاء مدني بقيادة خالد مشعل وتقول إسرائيل أنه جرى تحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى هؤلاء الأشخاص من أجل الترويج لأنشطة حماس داخل الاتحاد الأوروبي وفق وسائل علامة إسرائيلية فإن هؤلاء النشطاء هم مقيمون في ألمانيا وهولندا والنمسا وإيطاليا وفي إطار ملاحقة إسرائيل لعمليات التنويل في الخارج أوقف محققون في هولندا قبل أسبوع رجلا وابنته بتهمة إرسال خمسة ملايين يورو إلى حركة حماس وفقا لبيانه النيابة العامة الهولندية فإن الرجل وإن ابنته الموقوفين حاليا كان على علاقة بمؤسسة كانت ترسل أموالا إلى حركة حماس وخلال الأعوام الماضية لوحظ زيادة أجهزة الأمن الإسرائيلية من مراقبتها لطرق تحويل الأموال في حماس حيث عمل قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي على ملاحقة ورصد عمل الصرافين الفلسطينيين في الضفة والقدس وقتع غزة وأحبط مئات عمليات تحويل الأموال وتتهم إسرائيل حماس بمحاولة تهريب الأموال بطرق سرية لأغراض وصفتها بالإرهابية وخلال هذه الحرب المتواصلة أغلقت إسرائيل حسابات وصدرت أموالا في مصارف الضفة ولحقت حسابات رقمية وصدرتها كذلك وأغلقت مؤسسات تزعم إسرائيل تبعيتها لحماس لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة